برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج ماما شادو النهاردة طبعا عامليه مفاجئة لكل الامهات اللي معانا على اساس ان بعطولي على الصفحة قالولي حددتك طبعا جايبة دكتور عمرو موسعد اخصائي التغذية العلاجية والسمنع النحافة والتغذية ترادين وتب ازاي انت بقى مش بتخليه تكلم عن المامز فبصراحة فكرت في الموضوع فقلت فعلا لازم نستغل دكتور عمرو معانا النهاردة ان احنا نشوف بقى نفسينا كامهات لولادنا ونشوف موضوع الكرش يعني فعلا امهات كتير بيشتكون عندهم كرش عندهم بطن عالية شوية وطبعا من خلال المنظومة الجديدة اللي الدكتور عمرو عاملها حاجة طبعا جديدة اللي هي منظومة الديجيتل اونلاين هنتواصل معاها طبعا ان شاء الله كلنا ونقدر ان احنا نتعالج ونخس من خلال هذه المنظومة الجديدة ونرحب مع دكتور عمرو مع حضرتكم وان شاء الله نستفيدين نهاردة بالحلقة معاكم اهلا سهلا بيكي استاذ رحب من المزعين الشاطرين معنا كل سنون طيبين ومشاهدين طيبين سنة جديدة معنا ان شاء الله نبقى كلنا خاسين فيها يا ريت والله دكتور نبقى زي حضرت كده وصلوا ان شاء الله نمسكي الخاشة دكتور يعني الناس هايزة تعرف يعني ايه ديجيتل دايت هل فعلا ممكن الناس تقدر تخيزوا خاصة السيدات عن طريق الاولاين منظومة ديجيتل دايت يعني انا نتكلمنا فيها قطلة نبتدي فيها من وقت ما بتغيطي الأحداث والكورونا والأزمات والناس مش هايزة تنزل او صعب او الموضوع اللي اختلاطنا بين الناس بقى صعب فعملنا منظومة ديجيتل دايت يعني بما ان كل حاجة بقت ديجيتل وبقت اولاين هنا في المنظومة دي احنا ببتدي نعمل لكل واحد نظام دايت مخصص ليه متفصل عليه وعلى حسب حالته عنده امراض ايه ما عندهش امراض ايه تحيله فيها ايه كل واحد ليه نظام دايت متفصل ليه بالزبط وطبعا بيبتدي ياخد سواء فيتامين او سابلمنت او كذا بتكتب له على اساس حالته وهو قاعد في البيت ما بيعني يعني من غير ما يبزي المجهود او من غير ما يعرض نفسه لأي مشكلة انه ينزل ويخفيه اختلاط ويروح مكان او 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 ومبقاش لي حجة في نفس الوقت انه يقولك انا مش عارف اخص بس الوقت الظروف اللي البلد فيها موضوع الكورونا بالزبط عشان الظروف والكورونا والكلام دا كله مش عايز اقولي يعني انا عايز اقولك منظومة ديجيتال دايت دي او الدايت اونلاين او القصة دي عامل نتائج رهيبة معنا جميلة جدا المفروض كنت جبتلك الصور نشوفها قبل وبعد حاجة نتائج جميلة جدا 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 معنا عاملة شغل جميل فيه ناس عاملة شغل حلو قوي فيه ناس كان عندها مشاكل صحية كتير وحنذكرها دلوقتي من ضرب الحاجات واللي كان اسبابها او الشكل بتاعها البطن والجناب وازاي زيادتهم واكتر حاجة بتبقى عند المصريين البطن والجناب بالزبط فدي كانت من الحاجات اللي تسبب في ان احنا نعمل الديجيتال دايت بيطور هل فيه سن معين ممكن ان احنا نبدأ فيه الديجيتال دايت والله منظومة الديجيتال دايت دي بتبدأ معنا من سبع تمن سنين احنا بنبدأ فيها يعني نتكلم في الاطفال برد في الاطفال فما فيش حد يعني تقريبا كل اعمار تقدر تدقى من سبع تمن سنين بنعمل لهم انظمة مخصصة لسنهم هل بيلعب رياضة ولا بيلعبش هل بيعمل ايه في البيت ولا بيلعبش هل بينزل يتماشى ما بينزلش طريقة اكله بالزات الاطفال طريقة اكلهم والحلويات اللي بيأكلوها والكلام دا وازاي هنعمل لهم بداية اللي تمشي معاهم طعم يبقى قريب او طعم مسكر بس هو متقبله بس في نفس الوقت الكالرز بتاعته وفي نفس الوقت بتخليها كل حاجة مش محروم من حاجة بس بيخس والكلرز اقل وبالراعي هنا في الحتة دي بقى طبعا لو كان عنده مشاكل صحية في كذا اي حاجة صحية مش ماشية مع الاكل بنغيرها له وزي ما هنعرف بعد شوية كده ايه الناس اللي عندها مشاكل في حاجات ويأكلوا ايه قصادها عشان يبتدي الموضوع دايت حاسم معهم والبطن تنزل حضرتك طبعا قلت دي منظومة جديدة حضرتك ان شاء الله بتعملها وهل موضوع البطن والكرش هتقدر السيدة انها تتواصل مع حضرتك من خلال المنظومة الجديدة انها فعلا تقلل حجم البطن وحجم الكرش طبعا المنظومة دي معمولة بسيستم كويس جدا معنا من ابتداء من ان زي الشخصة او السيدة بتبدأ معنا وبتبعت على الواتس او بتبعت اولاين ازاي معنا وبعدين بيتخصص لها بتتسئل شوية اسئلة معينة بتبعت ايه بقى يا دكتور هل فحوصات معينة بتبعت بقى كل حاجة حينا لو بناخد داتة عنا شخصية طريقة حياتها اللايف ستايل بتاعها بتنام امتى بتصحى امتى بتاكل ايه بتشرب ايه كل حاجة كان فيه فحوصات تحليل اشاعة اي حاجة بتبعتها انا امرض قلب امرض سكر كل حاجة لدرجة ان احنا حتى لو في حاجة محتاجة اخصائي في حاجة معنا بنوصلها بيه عشان يبقى سيستم يعني منظومة فعلا منظومة كاملة فاحنا عشان كده بسميها منظومة الديجيطال دايت يعني مش حضرتك بس احرك معك مش انا بس يعني مجرد ان انا وانا بخسسه او حاجة وحصائي في ان فيه مشكلة في حاجة بتضيفه على طول فيه لينك معنا مع كل تخصصات الدكاترة يتواصل معها على طول فورا لو فيها اي مشكلة وبنبعت له اسمه وعنوانه وكل حاجة بتواصل معاه بحيث فعلا تبقى منظومة الديجيطال دايت ماشية بشكل صحي ومزبوط بعد كده بنبتدي نحدد لها الحاجة اللي ماشي معها سواء عندها مشاكل في الفحوصات او شيء نبتدي نديها ايه اللي ينسبها ايه اللي يمشي معها سواء في الدايت نظام الاكل نظام الصحيان نظام النوم لو فيه تمارين حتتبعت لها بتتبعت لها تمارين عشان تتدي دي مشاعلية او بتعملها في البيت افترض بالزبط في البيت في البيت احنا هنا الانكسرسايز والانكسرسايز بالزبط كده مع الدايت مع كله وبعد كده نديها سواء بقى المكملات او الفيتامينز اللي محتاجاها بالنسبة لحاجات اللي حتكمل المشاكل اللي عندها اللي ظهرت لنا في الفحوصات او في التحليل او في الكلام ده كله فما تيجي تبصي في منظومة الدايت هتبص لها متكاملة جدا واخد كل الجوانب عند الشخص كل الجوانب الصحية واخدها ما بيحتاجش اي حاجة تانية بعد فترة تبص لها ايه بينزل بشكل صحي بشرته كويسة البشرة بتاعت السهتك بتبقى كويسة شعرها كويس بالعكس لو عندها مشاكل زي الانيميا او الامساك او الكلام ده كله تبقى معروفة في الدايت بنتدي بتخس والمشاكل دي بتتحسن يعني كل الحالات اللي معنا اكتدت في المتابعة اونلاين اتحسنت جدا جدا سواء عندها انايميا او شعرها بيقع بتاعة شعرها ما يقعش الايميا راحت وبعدين في نفس الوقت بتتخس كيلو واثنين وثلاثة واربعة في خلال المدة اللي شغلنا معاها بتلاقي نتائج فوق الوصف طيب دكتور بيبقى بيقع يعني في علاج ولا بيبقى أعشاب الناس طبعا بتحب الأعشاب قوي بترتاح عويزات أنا تخصصي تخزية انا تخصصي تخزية هل تبلينا الدكتور علاج طيب بتاقي يعني أميزين برضو للأمهات تفهم لا أنا تخصصي تخزية يعني تخزية على جهة تخزية راضيين يعني شغلي أنا نفسي من جوايا ما بحبش الأدوية يعني مش ميل للأدوية خالص ببين للحاجة الطبيعية اه بزرق للطبيعية وهي سبب مشاكلنا وسبب حياتنا الصحية اللي غلط اللي هي أكلنا أصلا كان غلط فإحنا لو رجعنا للطبيعة ونظمت أكلي ونومي مظبوط هبتدي أتحس ده جزء الجزء التاني كل الصبل اللي بتقول الحاجات أو الوصفات اللي بتروح لها عبارة عن أعشاب طبيعية ناق يعني صرف يعني مفيش أي حاجة وده اللي احنا حابينه كلنا وبنتمه لهم مفيش أي حاجة صناعية بتخش لها بنيديها أعشاب حتى المكملات اللي بتيجي بتبقى عبارة عن أعشاب طبيعية سواء للشاهية سواء لزيادة الحرق سواء كفيتامين لشعرها لبشرتها سواء أي حاجة مساعدة أو مكملة مع الضيط ومننساش أن دايما الضيط هو الأساس في كل حاجة أن أكل اللي باكله لو كالتو غلط هو ده اللي بيعمل لي مشاكل وأمراض دايما فنرجع دايما للأساس في العلاقة طب إيه بقى أسباب نرجع بقى الموضوع الرئيسي أسباب لزيادة البطن والكرش أسباب زيادة البطن والكرش دي لها أسباب كتير قوي قوي بس من أهمها التكاوي أو الجنك فود التكاوي أو الجنك فود ده من أهم أسباب زيادة البطن أو السمنة الناس كلها دلوقتي بتستسهل معادي برا يروح لمطعم كذا مش عايزين نقول لأي أسماء عشان ما تبقاش إعلانات لحاجة يعادي على مطعم هاتلي ساندويتش كذا هاتلي كذا أولا سيبك من طريقة التصنيع دي طبعا حاجات صنعية كلها تاقي الشيء لعيش الفينو لعيش الفينو دا بيبقى مشكلة احنا عايزين لعيش البلدة دي أب ردة بتاعنا دا جميل أوه أوه أخده أفضل بس طبعا مش اخده عشان هو بردة يبقى حلوة أخي كتير لا ليها طبعا بتبقى محسوبة مسي konnten رغيف في اليوم يا دكتورين كام رغيف في اليوم لا احنا نقول في اليوم كله رغيف كام رغيف في اليوم دي كتير أوي في التطار ولا في الغداء ولا في العاشا احنا مثلا نقول نصر رغيف في الصبح ونصف الغيب بالليل وممكن تروز في الماكسمر نحسب بقية الكالوريز بقية اليوم وما ننساش ان كل شخص وليه حالته يعني اللي عنده سكر غير اللي عنده غضة درقية غير اللي عنده حسيد صدر غير كل شخص دول وما اكتر دلوقتي المشاكل دي يعني ما فيش بيت يخله من سكر او من ضغط دلوقتي وكل واحد ليه نظام ضاية المعاين طيب دكتور فيه امهات بعتنا على الصفحة بتقول انا عندي وعندي كرش رغم ان انا منظمة كل اكلي وعندها حياة غزائية سليمة في 100% طيب دكتور الزيادة دي هنا حتة عدم يعني واحدة يعني انا منظم ضايت بتاعي ومنظم اكلي بس ما بخسر هنا فيه كذا حالة للحالة دي اول حاجة الانيميا وعندنا حالات السكر عندنا حالات الوضط الدرقية احتمال يبقى عندها انيميا فتبقى عاملة ضايت وكل حاجة بس الضايت مش مزبوط بمعنى في ضايت احنا بنعمله في منظومة الدجتال ضايت دي مناسب لبتوعه الانيميا والانيميا هنا مش نقص بيها بس نقص الهيموجلوبين لا فيه نقص الفريتين مغزون الحديد فيه نقص الهيموجلوبين فيه كذا حاجة طيب ايه اللي بيحصل هنا لازم يبقى انظام الدايت فيه اللي يكمل الجزئية دي لان الناس في الاغلب عندها انيميا بتيجي تاريخ عاملة ضايت يبتدي انيميا تزيد معاه مش هتخس تقعد بالسنة تقول لك انا خلال سنة بعمل ضايت نزلت كيلو واحد بالسبب ايه الانيميا الانيميا بتعمل نقص في الاكسجين والاكسجين هو اللي بيحرق الدهون فبالتالي هنا نقص الاكسجين نتيجة الانيميا الدهون ما بقيتش بتاعت حارق بنبتدي هنا نعمل ايه من ديها نظام ضايت غاني بالاكل اللي فيه حديد وسهل الانتصاص ولا فيه فمشاكل في المعدة بنبعت لها حنعليجها ازاي زي ايه مثلا البنجر طيب الجزء التاني زي مين مثلا زي الغضة الدرقية لو واحدة عندها هايبوثايروديزم او خمول في الغضة الدرقية وده منتشر جدا في مصر ايه اللي بيحصلت عمالة تاكل تاكل وتاكل وتعمل نظام ضايت قاسي وبيتزيد في الوزن مش بتخس ابسط الامور ابسط الامور وانا كنت السؤال ده منزله مبارحة على الستوري بتقولهم هل الكرومب والقرنبيت بيعمل بطن وكرش فكل قال لي لا ما بيعملش او لو شخص سليم ما يعملوش حاجة انما الكرومب والقرنبيت لو الشخص عنده هايبوثايروديزم او خمول في الغضة الدرقية يزود له الخمول فبالتالي الشخص يبتدي يزيد في الوزن يبقى الشخص هنا لو بيأكل طبيعيه وبيأكل محشي كرومب وبيأخد سبعين مش كتير سعراتهم مظبوطة بس الكرومب هنا والقرنبيت زودوا الخمول بتاع الوزن الدرقية وهو زي دكتور يقدر يحدد السعرات احنا ما نقدرش انا اللي بيحدد له السعرات بقى مع الطريق الداتة اللي بيأخدها منه السعرات جنب الطبق انا اللي بيحدد له هتاخد كذا واحنا عاملين مقدار انا ببعت له كل حاجة جاهزة في نظام الدايت يعني لما بيقول له مثلا سبعين محشي احنا عارفين المتوسط بتاعهم كم سعر لما بيقول له خمس معلق رز انا عارف له ده متوسط كذا لما بيقول له بنجرايا او عصير بنجر مع كذا انا عارف ده هيطلع له كم سعر فبالتالي انا عارف اليوم كله هياخد كم سعر وعارف انت مثلا هتحتاجي 1200 سعر غيرك هيحتاج 1000 ونص واحد رياضي هيحتاج 2500 تلات تلاف سعر في اليوم ده رياضي كل واحد بتعمله السعرات بتاعته على حسب نشاطه امراضه نومه وزنه برضو دكتور طبعا ما انا باخد بقى الداتة في الاول بتاعت الوزن والطول والسن وكل حاجة دي الداتة اساسية احنا بناخدها دكتور في نشايل المرارة ولكن ما عنداش حرق الناس اللي تشعل المرارة اللي بيحصل لها مشكلة في الهضم تبع عندهم مشكلة في الهضم ونوزاف المرارة السعيع ايه؟ ايه؟ ر brothers and sisters انها بتهدم الدهون وهنا الاشخاص دي بتب架 هي مليئةlegشويا وبيبقوا في الغالب فاتي ليفر او عندهم دهون على الكبد فحنا لما المرارة تتشال بيقوم بوظيفتها الكبد والكبد هنا بيبقى عليه دهون عند اغلب الناس اللي عندهم مرارة اصلا لانه بيبقى مليان وسط مليان وبيبقى فاتي ليفر والكوليسترول العالي فهنا بيبقى الميتابوليز معموما بتاع الجسم بطيء ففي الحالة دي لازم نعمل نزبط الكبد نبدي أكلات نشط الكبد زي الخرشوف الحاجات اللي بتنشط الكبد جدا 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 زي ورق التين البرشومي الحاجات اللي بتنشط الكبد جدا بنعمل أنظمة دايت تكون منخفض السعرات إن وزنه ينزل والدهون تنزل ده في حد ذاته بينشط الكبد في عشبة زي عشبة شكة الجمل دي بتشتريت تاخد في شكل مكملات غذائية دي من الحاجات اللي بتنشط جدا جدا الكبد والكبد طبيعي لما بينشط بيعلي الميتابوليزم والتمثيل الغذائي فأنا بحرق دهون أسهل وأسرع وأحسن دا بالنسبة للأشخاص بتوع المرارة بالذات فعشان كده أنا بنصح أي حد شايل المرارة يبقى عن الدهون يقللها خالص لأن هي بتبع عملها مشكلة الدهون في كل حاجة يقلل من السكريات قدر الإمكان لأنهم بيزودها بتتحول لدهون فبالتالي هو ما عملش حاجة يقول لك أنا باخدش دهون بس عمل ياخذ السكريات يبقى عن الدهون والسكريات ويبتدي يزود في الفايبرز والألياف لأن الدهون والسكريات هنا تعمله مشكلة في الهضم ودايما بيبقى عندهم مشكلة في الهضم فيحاول يراعي الهضم عنده ويبتدي يخش في علاجة احنا بيدي للناس اسمه البروبايوتك أو العلاج بالبكتيريا النفعة زي البكتيريا بتاعت الزبادي كده ده اسمه علاج البروبايوتك بيبقى من أحسن العلاجات لحالات شهر المرارة اللي بيعندهم مشاكل في الهضم دكتور طبعا إحنا حابين نتكلم مع حضرتك على موضوع الداون سندروم وزلي هم يبقى عندهم بدانة منهم أطفال لغاية مرحلة البرحقة بس يعني إحنا نتكلم كده في عجالة يعني حاجة بالضبط حالات الساون السمنة في الداون سندروم دي كبيرة تاخد حلقة واثنين وثلاثة وعشر فمنحضة نقولها بشكل مبسط كده مختصر للمشاهدين معنا الداون سندروم بيبقى أولا أوزانهم بتزيد ثاني حاجة بيبقى العضلات عندهم ضعيفة فبالتالي عضلات الفك عندهم ضعيفة فبيدهم دايما حاجات سريعة يعني إحنا بس عشان هنقولها بسرعة عشان وقت البرنامج سريعة الامتصاص فده بيتخنهم وبيعالي نسبة السكر عندهم فمن ضمن الحاجات عندهم نقل السعرات وحاجات زي ورق التوت كده بتتاخد بتتغلي وتتاخد حاجة بسيطة بتقلل لهم مقاومة الأنسولين وبتدي الحرق معاهم ميقل وده بشكل مختصر كده المرية طبعا مش ده كل حاجة عن داون سندروم وحنكملها إن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله دكتور طبعا إحنا تشرفنا جدا موجود حدك معنا وقتنا دكتور وبالبرنامج الجميل في نهاية الحلقة بشكر دكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية ورياضية وأخصائي السمنة في نهاية الفقرة طبعا أسفا بنشكر الدكتور عمرو مسعد هو استفدنا جدا منه إن شاء الله نكمل مع حضرتكم حلقة تانية على أولادنا من الداون سندروم والتغذية العلاجية والسمنة بشكرك جدا يا فعل نورتنا يا دكتور ترجمة نانسي قنقر